ذكرت مصادر مطلعة أن مجموعة مسلحة اقتحمت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ومنعت رئيس الهيئة من ممارسة عمله وبحسب المصادر فإنه بعد قرار المجلس السياسي الأعلى والحكومة باستمرار الدكتور علي الشعور في ممارسة عمله رئيسا للهيئة إلا أن مجموعة مسلحة تابعة لوزير النقل زكريا يحيى محمد الشامي قامت باقتحام الهيئة ومنع رئيسها من ممارسة عمله في مخالفة وضحة وصريحة للدستور والقوانين النافذة ولقرارات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطنية الجدير بالذكر أن القرار الذي كان أصدره طلال عقلان وزير الخدمة المدنية والتأمينات بتعيين رئيس جديد للهيئة يعد مخالفة صريحة وصريحة للدستور والقوانين النافذة وتحديا واضحا لاتفاق الشراكة والتحالف الموقعي بين كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم وخروجا عن المبادئ التي تم الاتفاق عليها من قبل السلطات العليا للدولة والمضامين في البيان الصادر عن اللقاء الموسع للمكونات السياسية والمجلس السياسي الأعلى وهيئة رئاسة مجلس النواب وحكومة الإنقاذ الوطنية